استجابة لتأثيرات التغير المناخي عقدت منظمة الفاو منتذاً للحلول الزراعية الرقمية لصياغة استراتيجية وطنية لزراعة الإلكترونية بهدف إدماج التكنولوجيا في الزراعة وقال وزير الزراعة خالد لحنفات إن رقمنة الزراعة ستوفر في كميات المياه ومدخلات الإنتاج وترفع ربحية المزارع من خلال تطبيقات وأبرامج إلكترونية واستعرضت الفاو عدة حلول رقمية تمكن المزارعين والجهات الحكومية من إدارة المخاطر الزراعية كالاستشعار المبكر بالأوبئة وتفادي انتشارها لمحاصرة الإصابات نحن في وزارة الزراع عبر الخطة الوطنية لزراع المستدامة 20-22-20-25 كان لرقمنة جزء لا يهتجزأ من هذه الخطة وبالتالي نحاول قدر المستدامة عبر المركز الوطن المحوظة الزراعية وحضنات الأعمال والإرشاد الزراعي أن نوصل المزارع إلى مرحلة يكون يعتمد فيها على الذكاء الصناعي وعلى استخدام التكنولوجيا وبالتالي هناك أيضا تعزيز عبر الإقراض الزراعي وأليات قروض منخفضة الفائدة وبالصفر فائدي وبالتالي إن شاء الله نأمل أنه خلال الأعوام القادمة سيكون لدينا تطبيقات مهمة جدا سواء في الإرشاد سواء في التسويق سواء في إنشاء منصات لتحديد احتياجات السوق ومتطلوبات عندك الموضوع اللقاحات هناك قواعد البيانات التي تنشأ لحصر الحيوانات الموجودة في منطقة معينة لتحديد جداول اللقاحات لغيرها الإشعار المبكر أما يكون عندك إصابة في منطقة ممكن أن يكون هناك إنذار للجهات المختصة ولغيرها والمزارعين أيضا